فقرات متعددة في هذه الساعة نعم يا غدا بعد قليل من كون مع دقيق مومنت مع نيلة الصليبي وأيضا سنكون في مساحة حرة مع أشاف زينة حليق تجربة افتتاح مطعم ليس بالسهل أن يكون في العاصمة الفرنسية مع كل الصعوبات فكيف إذا كان التنافس جدا كبير لأنه مطعم لبناني مطعم لبناني شو رأيك يا نيلة؟ لا ما فيه تنافس ما فيه تنافس لأنه عن مطعم وعن مطعم بيختلف وهو تحديدا نحن السقبان لإلى لأنه بعدها مصرة تطبخ على الطريقة البيتوتي يعني أنه بتروحي على مطاعم تحليك شغلي ما يزعلوا مني أصحابنا من المغرب العربي ولكن اليوم صاروا مثل المطاعم اليابانية أصحابهم كلهم صينية المطاعم اللبنانية اليوم أصحابهم كلهم من بلاد المغرب العربي فبتحس أنه فيه اختلاف يعني فيه مزج بين المطعم اللبناني والمطعم المغاربي بعدة أمور إن كانت من ناحية البهارات إن كانت من ناحية الطبخ فهون لما بتكوني عم بتقولي أنا رايحة على مطعم لبناني إذا ما بتعرفي مين صاحبه أو مين وراء ما بتحسي يعني كلبنانية ما بتعرفي شو هو المطعم اللبناني إذا كان أفرنسي بيمشي الحال معه لأنه ما بيعرف الطعم الأصلية ما بيعرف الطعم الأصلية إيه صحيح فمشين هيك مطعم عن مطعم بيفرنسي ونحن حنحكي بهذا الموضوع نيلة صليبي الآن وين أخدتنا هلأ على الأكلية يعني في شي خوارزمية نعرف من خلالها هذا المطعم ما يقترب أكثر من الطعم الأصل إذا ما أنت حكيتني عن هديك المرة لما كنا عنا نحكي عن الأراء في كتير عندك خوارزمية بتقولك هذا المطعم لبناني لبناني بيقولك فيه أكل لبناني طيب يمكن هيدا اليوم بيدخل كمان بإطار دور المؤسسات الصغيرة أو المتوسطة بالتعريف بأشياء نحن يومياتنا يمكنه أشياء بتفيدنا ولكن بنفس الوقت إلى دورة يعني اليوم نحن رح نحكي نيلة معك عن دور هالمؤسسات أو الشركات اللي عدد أفرادهم كتير أو الموظفين عندهم قليل ولكن شفنا لهم دورهم خلال الفترة الماضية خلال جائحة كورونا اللي كان إلى دورة وجبرت الكل إنه يشتغلوا من البيت غير المؤسسات الكبيرة اللي حلقت هي بزيادة بهذا الموضوع صحيح غدا يعني فينا أقولك إنه الشركات الكبيرة مشكلة حلقت بالموضوع يعني اللي أكبار بعضون كبار بعضيكي بس مثلين شركة مودرنا وشركة بيوتك كانوا ستارت أب صغار كتير أجت كوفيد أجت قصة اللقاح أجت قصة إنه فيه المسنجر فحلقوا بعيد وبلاش لأنه اشتغلوا على التكنولوجيا على التكنولوجي يلي هي وأوصلتهم إنه يلاقوا اللقاح بسرعة نفس الشي بالنسبة للشركات لو ما كان فيه شي اسمه بش رح سميها تكنولوجيا رح سميها تكنولوجيا المعلومات يعني الانترنت لو ما كان فيه خدمات الويب يلي سهلت التواصل بين الناس وسهلت شغلنا بعيد يعني نحنا أنا بتذكر أول نهار أقولنا أنتم ما بتتحركوا أنا من الأشخاص اللي ما بيقدر يجوا على الإزاعة يعني أول شغلي أنا تعرفي كصحفيين نكون عندنا مجهزين يعني عندنا الميكرو فبس اشتغلت باتصالي للإنترنت قبل ما يصير عندنا الاتصالات يعني الأكيدة السيكيور مع المؤسسة نوصل ضغري على السيستام مباشرة إلى آخره قبل كنت اشتغل إيميل انترنت بس وبالأدوات يلي انترنت أدوات مجانية حطت ليها الانترنت كنت قدرت توصل فبعمل خلاله الويب من خدمات الويب أنه أخذ برمجيات مجانية قدرت اشتعل تلعي هذا مثل واحد مثل اتنين كل المطاعم اللي سكرت صار فيه الخدمات الصغيرة يعني نحنا منعرف في عنا شركات كبيرة للتوصيل صار فيه شركات صغيرة لأيش لأنه عملوا أبليكيشن وصار الأشخاص يعني هو سلف ما بسموه سلف مادمان أنه منهم لحالهم شخص واحد صار عنده كأنه شركة يعني هوني بسموه أوتو أنترنور بفرنسا يعني عندهم عندهم بغير بلدان أكيد ما في في شركات كبيرة اللي استفادت عن الموضوع وهوني في أي شخص كان يقدر يعمل أوتو أنترنور يعمل أنه أنا شركة توصيل يقدر يعمل شركات مع مؤسسات معينة مثل مكتبي أنا وصيت المكاتب كانت مسكرة وصيت بس بحقلهم يفتحوا ويعطوا بسموه نحنا click and collect يعني بتوسع الانترنت وبعدين بتقللو مثلا كان عنا ساعة نطلع من البيت بهالساعة اللي فيك أنت تطلع فيها من البيت بتدقيله بتحطيله وبساش بتقللو أنا بوصل لساعة كذا بحطلك بيفتح الشباك الغير وبيعطيك أو بقلك عندك موصل يجي يخدهم وبيعطو يعني أو عندهم هند شراكة مع شخص كمان من خلال الابليكيشن تعرف وين صار وين وصل إلى آخر يعني غير الشركات الكبيرة اللي كنا نعرف أي تكي والثاني رح يرنع الجرس بس قديش شركات الناشئة حقيقة بتحقق ربح أو قادرة تحقق ربح يعني لليوم ما في أرباح ما فينا نحكي بالأرباح نحكي بالأرباح للشركات التكنولوجية يعني شركات الستارت أبس الناشئة يلي اشتغلت على التكنولوجيا لنوص الله هالقصص هايدي هو اللي حقق أرباح هلأ ما عندي أمثال برأسي ولكن نشأت كتير شركات صغيرة قدرت طلعت انشهرت طلعت كبرت لأنه اشتغلوا على الخدمات اشتغلوا على الخدمات عبر الويب هو اللي نجحوا نجحوا كتير إنه شافوا هايدي جملت المفضلي بشري متصل ايه أنا عند البشري مع الانترنت دايما شوف لي بشري انت انت لحالة حططلي الساعة وبيقل البشري وانت البشري المتصل المسائل فبساعت وبيطلع هيك بالساعة بقول أنا شو بدي أكل اليوم أو شو بدي أحضر فيديو اليوم صرت أدفع بالساعة ايه يعني مثل شركات الفيديو قديش اشتهروا بدون ما نذكر اسم إنه بالناس قاعدين ببيوتها شو بدي أتعمل يعني أنه التكنولوجيا كان إلى دورة فعال رغم كل شي منحكي بقضية ما تنسي الاجتماعات اللي صارت على الفيديو كونفرنس يعني شركات صغيرة وشركات كبيرة قدرت سيارة أمورها من خلال وهو الحديث أنا شخصيا يعني عدت تسجيلاتي كلهم كلهم يلي تابعوني إن كان ببرنامج ديجيط على أويميل وهلأ بالنشر الرقمية أنا ما عم بيشتغل بقى بستوديو عم بيشتغل بالبيت بالفيديو كونفرنس يعني بسجل من خلال برمجيات موجودة نعم وهون السؤال عن مدى استمرارية هذه الشركات الصغيرة باتباع هذا النظام تعتقد أنه المستقبل نعيلا مكملين مكملين بهالطريقة لنجاحها لتوفير الوقت لتوفير العناصر اللي ما تنسى البنزيني يمكن اليوم التية غاضة التية للراحة الناس كلها شافت الراحة اللي بتقدر تكون موجودة عندهم من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات من خلال استخدام يعني كل هالخدمات هايدي والشغل مثلا أنا عم هلأ بيش نهار الثانية عادة تكون بالبيت خلال الأسبوع اليوم قديش قيتليك كمرة قالك أنا مأخرا لأنه الباس ما وصل أنا بكون هلأ بالبيت بكون من الساعة ثمين ونس قم بلاش تغلي براحة براحة ولابسة تيابة وكل شيء كأنه جاي على الشغل فبراحة نفسية والآخرية بس أكيد شغلي واحدة بتنقصني إنه شوفكم صحيح العلاقة العلاقة الاجتماعية فمشان هيك منخلي دايما نهار أو نهارين بالأسبوع نجي نشوف الزملاء نحكي معهم إلى آخرية ولكن اليوم غاضة أنت عم تحكيني قبل شوية كنت عم تقولي لتب هايدي بدأت تطور أكيد بدأت تطور يعني نحنا اليوم رايحين بشكل شفتي قديش الخطوات السريعة أنا بقولك أنه اليوم نفوت على محل تكنولوجيا بنشتري شغلة تاني نهار بتكون صارت أبسوليد بننزل أحداث مننا نفس الشيء بالنسبة للتكنولوجيا اليوم اللي بتتقبل يعني مبارح صار ماضي اليوم حاضر بكرة بصف ماضي المستقبل المستقبل هلأ عم تقولي اللي تاب الناس شو بدأت تعمل يعني هلأ حكينا على الميتاورس بتتذكري هلأ صار في أكاديمية رح يفتحوها بفرنسا كمان الميتاورس مطلع أصلا لأنه ماكرون مصر أنه يكون فيه متاورس فرنسي وميتاورس أوروبي لأنه ما يشكون عالم الميتاورس موجود بس متحكم متحكم فيه بشخص أو بمؤسسة هلأ على كل أحوال الميتاورس بشكل عام بلهم للأشخاص ينسوا مارك زاكربرج ينسوا رؤية مارك زاكربرج للميتاورس وشوفوا الميتاورس برؤية تانية يعني برؤية أنه تكون أداة بس هي حاليا اليوم أداة للاستثمار أكتر ما هي أداة فعالة ولكن لما حكياني بتذكر أول مرة لما طلع الميتاورس وحكيت مع الدكتور أحمد العام اللي هو علم بيانات وزكاة الاصطناعي قال لي شغلة مهمة كتير قال لي بكرة يمكن ما نقدر نتخلص من الميتاورس لأنه بدون يجبروك أنك أنت تكوني بدك تروحي على الجامعة بدك تتعلمي بدك تكوني بالميتاورس يعني الجامعات يعني قديش اليوم شفت الشركات كبيرة المكاتب طبعا تخلوا عنا يعني هيدا استثمار بيجيب ربح لقلون أنت بتشتغل من البيت شو بتكلفك اتصال انترنت وبرنامج معلوماتي فلما بيشر عنديك بس اتصال انترنت وبرنامج معلوماتي فإذن لوين رايكين تماما وما حكينا عن إيلون ماسك اليوم بدك يحكي عنه خلاص بحكيك عنه بالآخر خلاص نا بديو يعمل الويب 69 لأنه جاك دورس يقرر يعمل الويب 5 بعد الويب 3 هو بدي تطير على 60 فهو ضغري ضغري فهو عساس عنده ستارشب واندو ستارلينكس واندو البدوية ذا جيك مومنت مع نيلة صليبي شكرا نيلة